بعد انفوز الناد الاهلي بلقب الدوري وان الاهلي صعب يحقق بطولة الدوري لكن انت كلعيب جوة واللعيبة كلها حواليك ورايب الجهاز الفني واللعيبة اكيك كان عندكوا رأي تاني واكيك كنتوا بيحسبوا حسابات تانية طبعا ما فيش حد ما كانش يمتابع بس احنا يعني اللي بنسمعه اللي بنشوفه يعني الكلام بيعدي ممكن يكون احنا بناخده كلام بهزار يعني ما بيجيش الكلام قدامنا ان ده ممكن الدو يروح مننا او ممكن نخسر بيعد الكلام قدامنا عادي او بناخد الكلام ده يعني لو هما شايفيننا كده احنا هنوريه محلمين في الاخر يعني حتى خد كلام كابتن حسام عشور بعد ماتش الزمالك اما كان بيتكلم هو ده تفكرنا كلنا يعني ده الكابتن بتاعنا فده تفكرنا ودي طريقتنا وده اللي احنا بنفكر بيه كلنا الكلام كان بيعدي حاجة شفناه انتوا عايزين تتريعه وتتحقوا علينا دلوقتي بس احنا هنضحك في الاخر وده اللي احنا ده تفكرنا يعني اللي عايز التريع علينا التريع اللي عايز ينتقدنا انتقد اللي عايز يشايفنا في حتة معينة شفنا لكن احنا في الاخر احنا في احنا في حتة تاني من الاخر يعني اما بنيجي نتكلم في الاخر احنا يعني في حتة كويسة جير اللي هما يشايفينها يعني كلكم توقعتوا أن أنتم إن شاء الله في نهاية الدوري هتفوزوا باللقب الدوري بص مش قولك إحنا توقعنا إحنا خدنا عهد إن إحنا لازم نموت نفسنا ونتعب والنتيجة دي بتاعت ربنا إحنا نعمل علينا يعني إحنا أسرنا في أوقات من الموسم ممكن لكن إحنا جينا في الآخر إحنا لازم نكسب الدوري أسباب إن إحنا نكسب الدوري لازم رقم واحد واثنين وثلاثة إن إحنا نكتهد ونتعب وكل واحد يلجي نفسه شوي ده اللي إحنا عملناه فتبوي طبيعي إن ده يحصل لما تعمل الأسباب دي طبيعي إن ده بقى نتيجة شغل فبس ما كانش فيه حاجة بصين فيه إن إحنا نتعب ونشتغل بس أكيد الأهل إنت عارفة كريم قبل ما تكون موجود